رحلت عن عالمنا منذ قليل السيدة ونيسة أحمد عاطف وهي زوجة المطرب الكبير الشعبي أحمد عدوية وولدت المطرب محمد عدوية حسبما أعلن الشاعر صلاع عطية عبر حسابه على موقع فيسبوك كاتبا أم محمد ست بنيت راجي فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية ومن يتابع الأحاديث الصحفية والتلفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد إن الزوجة كانت بمثابة المتحدث سررسم الأحمد عدوية فهي تمتلك فكر ولباقة وبراعة في الحديث واستكمل في نعي لها كاتبا إلى جانب إنها ستة أصيلة لم تترك زوجها ولو لنحظة واحدة ولم تكتفي بالشكوى والاستسلام في محنة زوجها أحمد عدوية لكنها حربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها فقد كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونورة عليها هذا وقد يتم تشريع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب ويعد آخر زهول الصنائي مع المطلب أحمد عدوية وزوجته في برنامج واحد من الناس حينما تحدث عن كواليس تعرفهم وقصة حبهم التي تكللت بالزواج الذي دم سنوات طويلة استطاع فيها تكوين عائلة ناجحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة